ليه النادي الأهلي؟ نادي عالمي؟ السؤال ده أنا قلته لحضراتكم من بارح وهنا احنا مش بنتكلم مجرد أراء أو مجرد وجهات نظر الحاجات دي بترد عليها بشكل علمي وعملي الحاجات دي بتحسمها في النهاية مجموعة من الأرقام والأرقام هنا بتتكلم على أنه النادي الأهلي ممكن أنت كمتابع أو كمحب أو كمشجع تبقى شايفه نادي عالمي لأنه ببساطة شديدة جدا حقق عدد من الألقاب معظم أنديات العالم باستثناء أو كل أنديات العالم باستثناء ريال مدريد ما قدرتش تكسرها ومكن تتكلم على تاريخ طويل جدا من التتويج تاريخ طويل جدا من النجوم والأسماء اللي انتمت للكيان ده فسهمت في زيادة شهرته وشعبيته بالتأكيد الشهرة والشعبية شيء مهم جدا وواحد من أهم عامل النجاح بس خد بالك أنه الأرقام لا تجذب يعني وانت واقف وسجل يا تاريخ يعني سجل يا تاريخ الكلام اللي أنا هعرضه على حضراتكم أو الأرقام اللي أنا هعرضها على حضراتكم مرتبطة بمقارنة الأهلي بالأنديا مش الأفريقية ومش الأندية العربية رغم طبعا أنه الأندية العربية تحديدا كمان يمكن إمكانياتها المادية بتتفاق بشكل كبير لكن بتكلم هنا على مقارنة مع الأندية العالمية خلينا نشوف مع حضراتكم منتابع إيرادات الأندية العالمية وصلت لكام في الموسم أو في السنة اللي احنا فيها دي ومعدل الأرباح والخسائر لنفس الأندية دي وصلت لكامل البداية طبعا القايمة بتضم أندية بحجم بايم يونيخ انتر ميلان الإيطالي منشست الستي الإنجليزي ريال مادريدا الإسباني وفينتوس الإيطالي والأهلي المصري وإنه طبعا ما حدش يقدر يشكك أن الأندية دي من أكبر أندية العالم ميزانية أو إيرادات المالية لنادي بايم يونيخ في العام المالي الحالي وصلت ل665 مليون يورو حقق من خلال ال665 مليون دول نسبة أرباح بلغة 17 مليون يورو الإنتر حقق 439 مليون يورو بنسبة خسائر 140 يورو مشست الستي 613 مليون يورو إيرادات مالية بنسبة أرباح 41 مليون استرليني من ال613 ريال مادريد حقق 722 مليون يورو إيرادات منهم بس 13 مليون يورو أرباح يوفنتس الإيطالي حقق 443 مليون يورو منهم 245 مليون يورو خسائر يعني تقريبا ميزانيته أو معدل إنفاقه وصل حوالي 700 مليون يورو بالتالي جاي معاه بالسالب بـ 245 مليون يورو وبنسبة أرباح حوالي 7 مليون يورو يعني في الأرقام دي الأهلي متفوق على نادي بحجم اليوفنتس ونادي بحجم الإنتر من ناحية تحقيق الأرباح المادية أو المالية في ميزانيته طيب هل قصة كده انتهت لا إنك لازم تاخد في اعتبارك عوامل كتير جدا جدا مرتبطة بفكرة الإيرادات طبعا الأهلي هو الأكبر على مستوى قرات على مصر بالتأكيد وعلى مستوى قرات إفريقيا وفكرة حقوق الرعاية لأنه كان فيه كلام كتير جدا عليها حقوق الرعاية حقوق البس التليفزيوني والرعاية وعي لآخره دي قصة مش مرتبطة ببطولة يعني خلييني أقول لحضرتك مثلا أنه بكرة الصبح بكرة الصبح خلييني أقول أن فيه نادي مصري قدر يتوج ببطولة دولي الأبطال وياخد سوبر إفريقيا وياخد بطولة كس العالم للأندية هل ده معناه أنه ميزانيته أو أنه مقابل الرعاية اللي هيحصل عليها هيوصل لنفس الرقم اللي حصل عليه نادي الأهلي الإجابة بالتأكيد لا لأن فيه عوامل كتيرة جدا بتحكم الموضوع القصة مش بس قصة بطولات هي قصة وتقدر تقول كده مش ورق تراكمي واحد نمرة واحد فيه حجم الشعبية والشعبية ما بتتبنيش في يوم وليلة الشعبية بتتبني على مدار سنين طويلة جدا أجيال وراء أجيال وراء أجيال لغاية لما وصل النادي الأهلي يبقى عنده واحد من أكبر وأكتر الأظهرة الجماهرية على مستوى العالم ما بتحصلش أبدا نتيجة بطولة أو نتيجة موسم ناجح نمرة اتنين هي فكرة العمل المؤسسي أنه أي براند كبير جدا أي شركة كانت شركة كبيرة محليا أو كانت شركة ملتي ناشنال أو متعددة الجنسيات بتدور دايما على الشريك اللي البراند بتاعه محل ثقة البراند بتاعه يتناسب مع حجم اللوجو اللي يتحط على تيشرت النادي الأهلي عشان يكون رعي ليه وبالتالي العمل المؤسسي فكرة أنه نجاح الأهلي مش مرتبط بشخص أين كان الشخص ده اسمه إيه وأين كان الشخص الشخص ده قدراته إيه وأين كان حجم تأثيره إيه هو بيتعامل مع كيان ليه مؤسسات بتحكمه وبتقوده دايما للأفضل كل يوم في تطور أفضل بكتير جدا من اليوم القبل نمرة 3 تيجي البطولات نمرة 4 تيجي الشعبية والجمهلية ودي عمل مؤسر جدا 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 في قرار أي راعي لأن في النهاية القصة بيزنس والرقم اللي بيتصرف مفترض أنه يرجع أضعف مضعفة وفي حاجات تانية كتير بتخش في الموضوع كان من الممكن جدا أنها تزود رصيد النادي الأهلي من حيث الحجم من حيث الميزانية يعني كان ممكن جدا جدا أنه النادي الأهلي تتخطم الزنياته رقم 3 مليار أو 150 مليار أو 130 مليون يورو اللي احنا اتكلمنا فيهم مع حضراتكم السنة دي إذا ما كان النادي الأهلي مثلا على سبيل المثال بيتكلم على أنه نادي لكرة القدم زي أنداج كتير جد زي من شس الستي اللي كان موجود في القائمة لكن الحقيقة أنه النادي الأهلي نادي بيغطي كل الرياضات وكل الرياضات فيه مصنع أبطال يعني مش مجرد الرياضة موجودة لكن الحقيقة كلهم سواء رياضات فردية أو جماعية بينافسوا على ألقاب وبالتالي دي بلك أو عبء كبير جدا على ميزانية النادي الأهلي وأغلب الرياضات خلينا بقى متفقين ملهاش مقابل مادي كبير قوي دي نادي الأهلي واحد نمرة اتنين وهي أن النادي الأهلي نادي متعدد الأفرع يعني كل نادي موجود في الدنيا هتلاقي له مقر واحد فقط لغير كان من الممكن جدا أنه الأهلي يكتفي بمقر واحد بدل ما بنتكلم على خمس أفرع جهزين بالفعل أو موجودين على الأرض بالفعل وفيه فرع السادس إن شاء الله فيه المستقبل القريب وفيه كمان ميزانية مخصصة لأستاذ النادي الأهلي الجديد كلها عامل بتحط النادي الأهلي في خانة لوحده كلها بتحط النادي الأهلي في صدارة المشهد أبا من أبا وشاء من شاء أو شاء من شاء وأبا من أبا ترجمة نانسي قنقر